المهاجرون غير الشرعيين في مراكز الاستقبال في إيطاليا يواجهون خطة طوارئ أعلنتها حكومة جورجيا ميلوني اليمينية وخطة الطوارئ التي ستستمر لمدة ستة أشهر ستسمح لرئيسة الوزراء بتسريع إجراءات إعادة الذين لا يسمح لهم بالبقاء في إيطاليا إلى بلادهم كما تهدف للتعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية بعد الزيادة الكبيرة في تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط الخطة الجديدة بحسب بيان الحكومة ستستمر ستة أشهر وتم رصد نحو خمسة ملايين يورو مبدئيا لتنفيذها يوجد حاليا حوالي ألف وستمائة مهاجر في منطقة لامبيدوزا ولم يتم إجراء أي عمليات نقل بسبب سوء الأحوال الجوية لكن من المتوقع نقل حوالي أربعمائة مهاجر قريبا باختصار أستطيع أن أقول أن هناك العديد من المهاجرات مع أطفال صغار وهناك أيضا الكثير من الأطفال غير المصحبين بذويهم نحن في حالة طوارئ ويحاول الموظفون حاليا بدل قصار جهدهم لمواجهة الإجراءات الأولية لخطة الطوارئ هذه تأتي خطة الطوارئ هذه تنفيذا لتعهدات الحكومة الجديدة التي تسلمت السلطة في أكتوبر الماضي بالحد من الهجرة غير الشرعية لكن أرقام وزارة الداخلية أثبتت أنه منذ تولي الحكومة الجديدة السلطة ارتفعت أعداد المهاجرين عبر المتوسط لإيطاليا لتصل إلى 31 ألفا و300 مهاجر منذ بداية عام 2023 مقارنة بـ 7900 مهاجر لنفس الفترة من العام الماضي كما ساهم ارتفاع حالات غرق القوارب ومقتل المهاجرين إلى تحرك إيطاليا للضغط على الاتحاد الأوروبي لبذل المزيد من الجهود لوقف الهجرة غير الشرعية حتى أنها شددت عقوبة من يعمل بتهريب البشر